التقدم للأمام هو ما يعني هؤلاء فقط فحين يتجولون بأسلحتهم كونهم متأهبين للدفاع عن مدينتهم تعز عندها لا تقتصر مهامهم على القتال فقط بل يمتلئ يومهم بالعديد من النشاطات الأخرى صلاح علي مقاوم يبدأ يومه بدخول مطبخ ذو معدات شحيحة يحضر الطعام للمقاومين في الجبهات يساعد صلاح في حمل الطعام إليهم وبعد الانتهاء من مهمته ينتقله أيضا إلى جبهات القتال أخذنا صلاح بجولة في موقع كان وكرا يستخدمه قناصة ميليشيا الحوث والمخلوع للتمركز فيه عاد للمقاومة والجيش الوطني بعد معارك شديدة تبقت في المكان بعض الدلائل التي تقول بأن أفرادا من الميليشيا كانوا هنا رغم أن الدمار المحيط بالموقع وفي المدينة بشكل عام دليل أكبر على ذلك آثار قصف الميليشيا جعلت مدينة تعز تبدو أكثر إنهاكا فقد اخترقت القذائف ورصاص منازلها وهجرت العديد من سكانها وأجبرت العديد منهم على حمل السلاح للمقاومة حين كانت هي الوسيلة الوحيدة لاسترجاع مدينتهم من قبضة الحوثي والمخلوع صالح ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة